تجلت وزارة الزراعة نفوق 760 رأسا من الأبقار والعجول بالحمى القلاعية في وقت كشفت فيه جمعية أبقار الليل وصول عدد الأبقار النافقة إلى 1100 وحول حملة التلقيح أكدت الوزارة في بيان تحصين قرابة 53 ألف رأس من بين 92 ألفا وتوقعت الوزارة الانتهاء من تطعيم مزارع الأبقار كفة قبل نهاية الأسبوع والبدء بتخفيف إجراءات منع تنقل الحيوانات بين المحافظات وفتح أسواق المواشي تدريجيا بدءا من المناطق الباعدة عن الإصابة